مجلس أمناء الحوار الوطني بيعمل جهود مكثفة عشان استكمال المرحلة التانية من الحوار بنتكلم عن الحوار الوطني اللي عمل حركة كبيرة جداً حراك سياسي كبير في العديد من الملفات سأكون نكلم على المحاور السياسية الاجتماعية الاقتصادية وهي الأهم بالتأكيد واللي هيكون فيها تركيز كبير جداً في المرحلة التانية وده طبعاً بناء على توجهات السيد الرئيس إنه هيبقى فيه طرح وتركيز على المحور الاقتصادي عشان مشكلات الاقتصادية اللي بنواجهها اللي احنا بنواجهها كدولة وبيواجهها العالم كله بالتأكيد احنا بنتأصل لأننا الدولة من دول العالم ففيه العديد من المشاكل الاقتصادية علشان كده عايزين العديد من الرؤى والحلول الممكنة والطرح من كل طبعاً أطياف المجتمع فعشان كده قريباً جداً حتنطلق هذه المرحلة المرحلة التانية من الحوار الوطني خلينا نتكلم في هذا الموضوع بيشرفنا في الستوديو النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سلام خير يا فانتم أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بك يا سيادة النائب وطبعاً يعني آخر كمان التطورات مبارح مجلس أمناء الحوار الوطني تسلم الخطة التنفيذية من الحكومة المتعلقة بالتنفيذ التوصيات اللي خرجت من المرحلة الأولى للحوار الوطني وهنا بنتكلم بقى عن إجراءاتها تتنفذ مؤشرات متابعة أداء وما إلى ذلك وانطلق كمان المرحلة التانية من الحوار الوطني وهنا أسألك عن الاستعدادات بقى للمرحلة التانية إيه الموضوعات الرئيسية اللي على أساسها هينطلق الحوار الوطني في مرحلته التانية يعني يمكن زي ما حدك ذكرته في بداية الحديث يمكن المرحلة التانية للحوار الوطني تتسم بأن هي متجهة أكثر للمحور الاقتصادي وده يمكن من دعوة السيد الرئيس باستكمال الحوار الوطني في مرحلته التانية وده من شعار السيد الرئيس بأهمية المشكلة الاقتصادية والمشاكل اللي بواجهها المواطنين بسبب المشكلة الاقتصادية اللي بتواجه الدولة المصرية وتواجه العالم بشكل كبير وبتأثر علينا ومنها التدخم ونسب التدخم العالمية اللي بتصدر للدخل المصر يمكن المرحلة التانية تتسم بشكل أكثر تخصصا أكثر شمولا أكثر واقعية هي دي التلات عنوين رئيسية للمرحلة التانية فيما يخص المحور الاقتصادي يمكن زي ما حدثك ذكرت مجلس أمناء الحوار الوطني كان بارح فيه اجتماع وتكلموا أنه كمان فيه لجنة تنسيقية هتتابع ال133 توصية اللي صدرت من المرحلة الأولى وبالتالي ده ياخدنا ايه أهم رؤوس الموضوعات المحور الاقتصادي أو المشكلة الاقتصادية اللي بتواجه الدولة المصرية احنا محتاجين فيها لحلول عاجلة طبعا هي المحور الاقتصادي في الحوار الوطني كان بينقسم لعدة لجان فيه تقريبا لجان بالفعل طلعت توصيات زي مثلا لجنة الصناعة لجنة السياحة لجنة الزراعة طلعتوا توصيات بالفعل في المرحلة الأولى وده ياخدنا ايه بقى اللجان اللي محتاجة لسه في موضوعات بداخلها محتاجة إلى المناقشة محتاجة إلى المتخصصين لوضع حلول قابلة للتطبيق وعاجلة عندنا مثلا لجنة زي لجنة الموازنة وأولويات الموازنة وعجز الموازنة هنسده ازاي وده هيأثر طبعا على المواطنين وتحسين مستوى المعيشة عندنا لجنة تانية زي لجنة التضخم وده طبعا بيؤثر على الأسعار والقدرة الشرائية دي لجنة موجودة من لجان الحوار الوطني اعتقد هتبقى من أهم اللجان اللي هتشتغل في المرحلة التانية في الحوار الوطني عندنا لجنة زي الاستثمار أو أولويات بقى الاستثمار العام إزاي حاجز بالاستثمارات وإيه الطرق اللي تخليني بسرعة أقدر أدخ السثمارات بعملة دولارية في الدولة المصرية عشان أنعش الاقتصاد لجنة كمان زي لجنة العدلة الاجتماعية فدور أربع لجان رئيسية يندرج داخلهم العديد من الموضوعات أعتقد هيكون على طاولة الحوار الوطني في مرحلته التانية دول الأكثر لجان هتحتاج مجهود وشغل من المتخصصين ويمكن الحوار الوطني من أكثر من أسبوعين دعا كل القوى السياسية والمتخصصين والشركاء الوطن أن هم يقدموا أوراق ومقترحات خلال أسبوعين كانت تنتهي أمس يوم 11-2 في تجميع تلك المقترحات اللي حيتم من خلال الجلسات القادمة ويمكن تم أمس بعد نهاية اجتماع مجلس الأمنة تحديد شكل وآلية الحوار خلينا نتكلم على شكل وآلية الحوار يعني أمس ذكر أن الجلسات هتكون علانية مغلقة ومتخصصة وكل كلمة من الثلاث كلمات لها مدلول يمكن اتسم الحوار الوطني في مرحلته الأولى أنه كان بيسمح بعض غير المتخصصين أو بعض المواطنين أو المهتمين لأنه حوار مجتمعي أنه يحضر الجلسات ويمكن يدله برأيه أو يقول وجهة نظره يتسم الحوار الوطني في نسخته الثانية في لجانه أنها تكون مغلقة فهي مغلقة على المتخصصين ليست مفتوحة أكثر تخصصا أكثر تخصصا بالضبط ده معنى مغلقة علانية أنها هيسمح طبعا للصحافة والإعلام أنها تغطي لحظة بلحظة النقاشات والأطروحات اللي بيتم طرحها في اللجانة المتخصصة والجزء الثالث أكثر تخصصا فهي هيكون فيها متخصصين في الموضوعات المطروحة وفقا لكل لجنة ووفقا لكل موضوع لأن كل لجنة من اللجان اللي تكلمت عليهم من الأربع رأسين دول تدخلها لعديد من الموضوعات مش موضوع واحد لو تتكلم على السسمار جواهب عديد من الموضوعات التضخم فيه سياسات مالية وسياسات نقدية وغير 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 وبالتالي فهي هتكون قاصرة على المتخصصين فهل المتخصصين دول دي تالت صفة من صفات الجلسات هل المتخصصين دول هيكونوا من جانب أو مدرسة اقتصادية واحدة؟ لأ لأن ده حوار وطني يشمل جميع المدارس الاقتصادية اللي موجودة في الدولة المصرية فبالتالي هو هيبقى حوار اقتصادي للمتخصصين من جميع المدارس الاقتصادية بما أنه كان فيه مرحلة أولى من الحوار خرجت بالفعل بتوصيات كان منها جزء من هذه التوصيات توصيات متعلقة بالشق الاقتصادي هنا نتكلم على تحديات متعلقة بآلية الحوار في المرحلة التانية لأنه ربما تتكرر الأطرحات يعني أتوقع أنه بعض الموضوعات اللي هيتموا منقشتها في المرحلة التانية تم التطرق إليها بالفعل في المرحلة الأولى إزاي نكمل من حيث انتهينا ما نكررش لأنه إحنا عندنا كمان تحدي الوقت إحنا محتاجين نخرج بحلول عاجلة قابلة للتنفيذ يمكن زي ما حديدك ذكرتي إحنا مفروض في المرحلة التانية من الحوار الوطني إحنا مش منبني من جديد لا هو بالفعل تم طرح بعض الموضوعات تم إخراج بعض التوصيات من المرحلة الأولى ولكن نحن نتحدث على أكثر تفصيلا وبالتالي حتى لو كان بنتكلم على السراتيجيات يمكن أحد الحاجات اللي اتطرحت في المرحلة الأولى كان فيه حد بيتكلم على السراتيجيات التوطين الصناعة وهكذا إحنا دلوقتي بنتكلم على أكثر شمولا وتفصيلا يعني بنتكلم على إحنا قد حطيناها للسراتيجي هنتكلم بقى على تفصيلاتها بقى اللي هنبدأ نشتغل فيه وزي ما حديدك ذكرتي إحنا دلوقتي ما عندناش رفاهية الوقت وبالتالي برضو من أحد التوصيات اللي صدرت أمس وقالها مجلس ومناء الحوار الوطني إن إحنا بنتكلم على توصيات قصيرة المدى وتوصيات متوسط المدى فقط لا يوجد لوضع السراتيجيات في المرحلة التانية إحنا دلوقتي بنتكلم عندناش رفاهية الوقت إحنا بنحارب الزمن عندنا أزمة أو مشكلة اقتصادية عندنا زي ما حددكم كنتوا بتناقشوا في الفقرة اللي فاتت عندنا توترات على حدودنا الشرقية فإحنا بالتالي ما عندناش رفاهية الوقت ولذلك تتسم الجلسات في المرحلة التانية إن إحنا بنتكلم بقى على يعني زي كده خريطة طريق بجدول زمني بتوصيات قابلة للتطبيق سريعة بقى نقول شعك في هذه الجلسات في المرحلة التانية أعضاء من الحكومة ولا بيتم رفع التوصيات برضو من قبل المتخصين المرحلة التانية الحكومة هتكون مشاركة في الجلسات ويمكن ده تقال وأكدوا كمان دولة رئيس الوزراء وعطى توجيه لجميع الوزرات والجهات الحكومية أنها تكون مشاركة وفقا لكل ما يخصه يعني لو بنتكلم على ملف مثلا في ملف الزراعي بموجودين مسؤولين من وزارة الزراعة بنتكلم على وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه أو الهيئات الخاصة بالمناطق الصناعية وبالتالي كل عضاء الحكومة مدعون لحضور الجلسات خاصة أن الحكومة قدمة ورقة للحوار الوطني يعني الحكومة تقدمت بورقة اقتصادية مقترحة لوضع حلول ودي أحد الأوراق اللي هتطرح والأوراق الرئيسية اللي هتطرح مع جميع الأوراق الأخرى اللي تم استلامها لمجلس المناطق الحوار الوطني خلال أسبوعين بحيث يحصل زي تكامل ما بين الأطرحات وإيجاد مساحات مشتركة بس الأهم في ذلك إن احنا التوصيات اللي هتطلع من المرحلة التالية هل هل في لجنة منكو أو من الحوار الوطني هتم تشكيلها أو بالفعل تشكلت عشان تتابع تنفيذ هذه التوصيات مع الحكومة؟ بالضبط مش مع الحكومة بس يعني زي ما قلنا إن المرحلة الأولى من الحوار الوطني خرج منه أكتر من 133 توصية ممكن السيد الرئيس يعني صدق على تلك التوصيات وقال إن طالما أنتوا اتفقتوا عليها في الحوار الوطني فأنا أوافق وفقا لسلطاتي التشريعية والدستورية فهو القانونية فأنا موافق عليها ووجه للحكومة إن هي تبدأ في تنفيذها ولذلك قامت مجلس أمانية الحوار الوطني بتشكيل لجنة للتنصيق اللجنة دي فيها سبع أفراد والبرلمان لإنه فيه بعض التوصيات التشريعية مش كل التوصيات التنفيذية أو سياسات لا فيه بعض التوصيات تحتاج إلى تشريع ويمكن أنا كنت مع حضراتكم من فترة وكلمت على مشروع قانون السروة المعدنية اللي احنا تقدمنا بيه كانواب تنسيقية والمشروع ده موجود في المجلس والحكومة بتعمل دراسات عليه علشان يطلع للنور في الوضع الحالي وده هيفرق كتير في الاقتصاد ده جزء منه فدور اللجنة دي إن هي تقوم بالتنسيق ما بين البرلمان والتنسيق ما بين الحكومة كلهم فيما يخصه وكمان مع الجهات المعنية عشان تتابع التوصيات اللي تم الموافقة عليها في المرحلة الأولى واللي حيتم صدرها لإنه احنا مش هننتظر لنهاية الحوار الوطني في المحارة التانية عشان نزل التوصيات كل توصيات هتطلع أو حلول وقعية قابلة للتطبيق هيتم رفعها أول بأول تباعا علشان نبدأ في التنفيذ لإنه ما فيش رفعية الوقت وده حيبقى دور اللجنة إن هي تقوم بقى بالتنسيق ما بين الحكومة والبرلمان والجهات المعنية بتنفيذ تلك سواء سياسات أو قرارات أو تشريعات في إن هي تبقى متابعها في المدى الزمني للتنفيذ وصلنا إيه وإيه العقبات وتنصق ما بينهم شكراً سيادة النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنصيقات شباب الأحزاب والسياسيين شكراً لنجود حضرتك أفتنا بالتأكيد وكل التوفيق في المرحلة القادمة مرحلة هامة وحساسة من عمر الوطن بالتأكيد شكراً لنجود حاجة معانا